احنا النهاردة في الحلقة التانية من سلسلة التسبيح بعنوان التسبيح سلاح في الحرب الروحية الحلقة اللي فاتت احنا اخذنا ايات تثبت التسبيح كسلاح لكن احنا في الحلقة دي هناخد امثلة كتابية حوادث حصلت وبني قدمين نقدر نتعلم منهم انه تسبيح سلاح في الحرب الروحية في سفر خروج اصحاح 15 اكدت لينا مريم النبية انه التسبيح يرتبط دايما بالانتصار تسبيح الرب مرتبط بالانتصار دايما تعالوا نتخيل شعب الرب عدى البحر الاحمر والجنود جوم يجروا وراه فراحوا غيروا والشعب التاني شعب الرب واقف على الشاطئ بيتفرجوا على اللي بيجرى كان موقف غريب جدا احنا كنا لسه من شوية مرعوبين في حرب علينا جامدة في لحظة اختفت نلاقي مريم عملت حاجة غريبة جدا راح تمسكت الدف قاعدت تعزف وترنم وتقود الستات في ترنيمة جميلة جدا يقول في عدد 21 واجابتهم مريم رنموا للرب انه قد تعظم الفرس وراكبه ترحوما في البحر نلاقي في نفس المناسبة دي رنم موسى وكل الشعب وراه تسبيح للانتصار اللي قدهلهم الرب الرب رجل الحرب الرب أي يهوي يهوي رجل الحرب يهوي اسمه في خروج 15 ثلاثة تعالوا ناخد مثل تاني في أخبار الأيام التانية عشرين الملك يهو شفاط جمع عليه ثلاث جيوش على مملكة يهودة اللي هي بين صبت المسبحين وابتدوا هيهجموه وعايزين يدمروه انزعج عمل ايه راح للرب قال له يا رب مش عارفين نعمل ايه ربنا قال له الحرب دي بتاعتي انت مسلم لي حياتك من زمان انت بتحبني من زمان انت بتتمم ما شئتي من زمان انت بتطيع وصيايا اللي في كتاب مقدس من زمان انت ليك خلوة ليك في علاقة بيني وبينك تحتم علي ان لازم هساعدك الشعب كله سبح وفرح وقال لهم الحرب ليست لكم بل للرب الرب يحامي عنكم وانتم تصمتون دي تقلت في حتة تانية المهم الرب قدهم خطة الحرب راحوا طاعوه فيها ولقينا يهوشة فاط ابتدى يعين اللي هيقوم بالتسبيح في الحرب اه وابتدوا بقى الحرب ايه اللي حصل عن يمينه الشعب عن شماله الجيش حط المسبحين قدام الجيش يلا روحوا ابتدوا يروحوا يسبحوا اسم الرب والكتاب واضح ولما ابتدوا في الغناء والتسبيح وضع الرب اكمنها على اعداء شعب الرب وانقصروا لما تكون بتسبح الرب هو هيحارب عنك خد بالك من النقطة دي خد بالك هما ما طلبوش نار ولا ربنا يضمر ولا يبهدل ولا لا 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 هما بس سبحوا الرب الرب مش بيستجيب الا الى صلاة المحبة بس خد بالك الفكر ده واضح في العهد الجديد الشعب كان بيسبح وقالوا بما يعني بتسبحهم احنا عارفين انك كلية كدرة انت وعدت انك تحارب عننا النهاردة احنا بنشكرك ونسبحك على النصرة احنا فرحانين وعارفين انك بتحارب عننا الحرب الروحية بالتسبح مش بتوملي على الله يعمل ايه لا خالص احنا بنسبحه لشخصه لحكمته لقدرته لصلاحه لحكمته وهو عليه يعمل الباقي عايز تكون جندي منتصر في الحرب الروحية اتعلم ازاي تسبح وهتلاقي التسبح بقيترس يحميك من العدو ويصد كل حاجة بيحاول يعملها ليك دي نهاية حلقتنا النهاردة وهنروح في بقية الاحداث والشخصيات الجميلة اللي تثبت لنا انه التسبيح سلاح في حربنا الروحية يا رب يكون التسبيح اسلوب حياتنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة